مثلا قدروا سعر البانزين يوجد هاي الموازنة ادنا زيادة السعر البترول وش قاد؟ يعني مثلا عند البانزينة عادي يقوم بسبع مئة وخمسين أداء زيادة 2050 يعني زيادة من فوران 40%؟ لا هذا المستورد العادي 5% وواح يجدون سعر البرميل على المصافي فإثناء ترحص الزيادة رحص الزيادة مننا ومننا 5% المستورد ممكن لترشيده ودعم المستورد هذه معلومة خطيرة يعني البانزين الآن من 450 يطفل إلى 700 700 750 نعم هذه الزيادة أنت عندك بالمواجلة؟ نعم بالمواجلة أنت شين بها يقلس إليه؟ ضراب ضراب على المشتقات النفطية 450 ملياردون أفهم ضراب هذا غير زيادة على سعر برمي النفط اللي هو يستخدم بصناعة البانزين يعني هم راح يصعد على المصافي وغيرها فهذا القرارة شي سيسوي بقطاع الخاص اللي عنده معمل اللي عنده سيارات اللي عنده شرح يسوي بي هسوي عملية شنو؟ انكيماش بقطاع الخاص وهكذا الأمور فالمجلس هذا اللي يتحدث عنه هو ممكن يحرك الاقتصاد مستقبلا